اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة جديدة في حقيبة الجو طبعا حلقة منوعة ستكون وخصوصا نتناول فيها لغة البورصة مصطلحات البورصة حرب العملات فقرة جديدة عن حرب العملات والبورصة والمساعدة الإسبانية ميترو موسكو أيضا سنبدأ أول خبر من حرب العملات وأيضا برجع بذكر قبل ما أبدأ بالدعاية وأيضا دعاية عن الربح هنا برايم ريوورتز أطلعنا على تقديراتك لسعر اليورو مقابل الدولار سعر أربع بعد الظهر ليوم الجمعة طبعا ADS سيكوريتي استحديد السعر حتى على 25 اليورو مقابل الدولار وآخر موعد للاشتراك يوم الخميس ساعة 8 مساء توقيت كرينتش 11 مساء السعودية الموقع ADSprimeRewards.com لا الربح والفيز بيحصل على 15 ألف دولار طبعا تقديم ADS سيكوريتيز سنبدأ مع أول خبر عن حرب العملات مشاهدين نبدأ بالحرب طبعا هالمسلسل المكملين وحرب العملات طبعا دائما عنده فقرة خاصة ببرمجنا حرب العملات حنشهد اليوم بين الدولار واليان والياباني وأيضا مع العملة الصينية بالبداية شوية تاريخ وشوية سقافة تاريخية سنة 1985 حصل توقيع اتفاق بلازا بفندق بلازا في نيويورك وهالتوقيع سمي باسم الفندق توقيع اتفاق بلازا واتفقوا بهالفندق أن يكون فيه تخفيض لقيمة الدولار مقابل اليان الياباني وأيضا مقابل المارك الإلماني لأنه ما كان في يورو وقته والمارك الإلماني كان أقوى عملة أوروبية واليان الياباني من العملات الكبيرة في العالم هالتخفيض كان هدفه تخفيض العجز في ميزان المدفوعات الأمريكية إذن بدأت الحكاية كانت من فندق بلازا بنيويورك سنة 1985 بنرجع للوقت الحاضر طبعا مع التطورات المهمة من البرازيل وبالتحديد وزير المالية البرازيلي جويدو منتيغا صرح كان أطلق مصطلح ما يعرف بحرب العملات ولكن رد بعدين تيموتي جيتنر الوزير الخارجية الأمريكية وقال لن يكون هناك حرب عملات أو حرب تجارية هيده إذن هالتصاريح لحظنا من البرازيل أطلق مصطلح حرب العملات رح إذا بإلى مقارنة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التجاذبات بالخطاب حول تخفيض العملة الصينية الأمريكان أو الولايات المتحدة الأمريكية بتقول أنه اليوان هو أقل من إيمته أربعين في المئة إذن الأمريكين بقولوا أنه اليوان أقل من إيمته أربعين في المئة الصين لا ترى أنه عملتها منخفضة الأمريكين بردوا الصين تتلاعب بعملتها وهون الصينيين بقولوا التيسير الكمي هو السبب بهذا عدم الاستقرار في العملات بعدين يرجعوا بردوا الأمريكيين وبقولوا اليوان هو المسبب الرئيسي للعجز التجاري بترد الصين سياسة أمريكا الاقتصادية هي سبب العجز إذن لحظوا حرب الكلام بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى لو كانت العملة الصينية هي لازم تكون طبعا أعلى من هيك مقدرة بأرخص في شيء إيجابي وفي شيء سالبي لرفع قيمة القيمة اليوان طبعا هون اليوان عم تشاهده شيء السلبي هو بأثر حيأثر على التنافسية وعلى فوائضة التجارية وأيضا هون الإيجابة حيكون هو سيطرة إذا رفعت قيمة اليوان داخل الصين بسي فيه سيطرة ساعتها على التضخم المرتفع في الصين البلد المهم جدا والذي عم بيجمع احتياط نقطة أكثر من 3300 مليار دولار كلهم حصيدة الميت إن شاينا والتصدير والتفوق على شركائها كلهم بمجال التبادل التجاري طبعا الصين عم يسجلوا كل الدول عجل تجاري مخيف مع الصين إذا كانت هاي أول فقرة على الحرب العملات رح ننتغل إلى لغة البورصة مشاهدينا نذهب في رحلة نحو مصطلحات البورصة والكلمات طبعا في أسهم في لغة بالسوق بين المستثمرين على السريع بالهاتف أو بالتبادل مع بعضهم في مصطلحات رح نتعرف لها بين المستثمرين والمضاربين والهوامير وأيضا كيف يتولوا هالكلمات السوق هي لغة البورصة أو لغة السوق المالي خلانا نبدأ مع في ما يعرف بأسهم الخشاش أسهم الخشاش هي تعرف بأسهم كثيرة الخسارة وأيضا ضعيفة المبيعات يعني ماذا أعني أسهم الخشاش أسهم خفيفة ترتفع بسرعة بتهبط بسرعة قوائمة المالية ضعيفة جدا بتكون بالإجمال ما في نمو أرباحة متواضعة جدا وأوقات في خسائر مش بس في أرباح وأيضا ضعيفة المبيعات فقط لأنه عدد أسهمة قليل بيسيطروا عليها وتصبح تهبط وتسعد وتعمل تذبذبات عالية جدا إذن هاي دي أسهم الخشاش نرجع منذهب إلى متعلق ومعلق هون متعلق ومعلق مثل شخص اشترى أسهم بسعر مرتفع انخفضت بكوة ما عدد فيه بيع فبيكون متعلق بها ممكن كتير يتعلق بها طبعا يتعلق بها شهور أو سنوات يمكن إذا اشترى بأسعار عالية جدا وما عدد السعر عاد إلى نفس المستوات اللي اشترى فيها يقولوا متعلق صلي سنة متعلق صلي 3-4 الشهر تعلقت هي معظم حال مستسمين بيكونوا متعلقين إذن أسم الخشاش ومتعلق ومعلق هايزهب إلى أيضا تعبير تاني تعبير التاني اللي حنشاهده هو مرجف وإرجاف طبعا إرجاف الناس المرجف هو اللي يذهب ويرجف الناس من الارتفاع بسي فيه ارتفاعات كبيرة بسي فيه ارجاف للناس من الارتفاع لا إما هو بيكون خايف كتير متخوف مفرط أو بيكون ليخوف الناس ليبيعوا أسهمهم وهالشي من الشهد لا يرجع هو يربح أو يرجع يشتري أسمهم إذن هايزه كان مرجف وإرجاف خلينا إذهب إلى سحب العرض طبعا الصفحة التالية اللي بنا نشاهدها هي سحب العرض لاحظوا الطلب والعرض أول شي سحب من العرض بما أنه عنا بكل سهم طلب وعرض يعني بايع وشراء وناس بدت بيع الأسهم تعرضون وناس بدون يشتروا أسهم بيطلبوا أسهم إذن منحط على الخانة اليمين الناس يلي بتريد تشتري أسهم على الخانة اليسار الناس التي تريد أن تبيع الأسهم وبيصير في سوق وبيصبح في سعر وبيصبح في سير صفقة وبيتم الصفقة وساعتها بيسجل السهم سعر لأله هيك تحصل تقريبا العملية كيف شو معناتها؟ سحب من العرض سحب من العرض هو وصف لسحب العرض كله لاحظوا هوني على العرض في عنا 150 شخص عندنا شخصين عرضين 150 سهم على سعر 95 تحته بالعرض مكتوب عندنا سبع أشخاص عرضين 200 سهم كلهم سوا بسعر 95 وربع يعني بيبيعوا على 95 وربع وفي ست أشخاص لديهم 180 شخص 180 سهم ويبيعون على سعر 95 ونص إذن هوني في طبور الأوامر طبور الأوامر اللي حطينه من الأصغر إلى الأكبر طبعا حنشهد أفضل سعر عرض لا ينشاره فيه الطلب هون مطلوب على أسعار 94.75 مطلوب على 94 ونص مطلوب على 94 وربع وفي أشخاص بتبيع 95 وربع وال95 ونص يأتي مستثمر ويسحب كل العروض يعني يسحب 95 و95 وربع وال95 ونص ومنقول هون أتى وسحب كل العرض واشترى ماركت من مستوى 95 و95 ونص كل شي فيه أسهم متوقف مع ستين طبعا شاهدنا السحب خلال نشاهد الرش يعني شخص لديه مال يسحب الأسهم كله هذا هو سحب العرض بينما شخص لديه الأسهم يريد أن يبيع الأسهم هذا هي الرش ويبيع ماركت مثلا رش هي عمليات باع بكميات كبيرة هون يقوم الباع بالتخلص من الأسهم يلي بيملكها متل ما نشاهد هون انه متل ما ذكرت شخص لديه مال يسحب الأسهم كلها هيدا سحب العرض شخص لديه أسهم يريد أن يتخلص منها يرى طبور يطلب من الأوامر يطلب أسهم يعطيهم الأسهم يرش بهم الأسهم بسعر السوق ويتخلص من كل الأسهم الذي يريدوا أن يبيعوها برجع إلى الصورة لاحظوا هون الطلب والعرض الطلب عندنا هون شخصين يطلبون 150 سهم بسعر 94.5 وأيضا سبع أشخاص يطلبون أسهم بـ 200 200 سهم بسعر 94.4 يأتي شخص لديه حوالي 350 سهم لأنه عندنا 150 سهم نزيد عليه 300 سهم 350 سهم يريدوا أن يتخلص منهم يبيعهم لـ 150 بسعر 94.5 ويقبل أن يبيع أيضا بـ 94.4 200 سهم وهكذا يتخلص من الأسهم التي لديه بأسعار 94.5 و94 تخلص بالـ 150 سهم على سعر 94.5 وتخلص من 200 سهم على 94.4 هذا منقول رش الطبور الذي يتلبه أسهم بذهب إلى تجميع وأيضا تصريف نفس الشيء تقريبا ولكن المصطلح هو شوي بده شرح تجميع هو شراء السهم على دفعات من قبار المستثمرين لا يتجنبوا اضطراب السعر ماذا يعني ذلك شخص يريده أن يشتري أسهم يبدأ بالتجميع طبعا محفظة كبيرة أو أشخاص كبار يشترون في منطقة يعني يشتري بمنطقة على 100 يشتري على 105 يشتري على 110 على 115 يعني يريده أن يشتري في منطقة ليس في سعر معين أو محدد يشتري بين 100 وال120 كل ما لديكم أسهم يشتري ببطء بهدوء لكي لا يكون هناك اضطراب لأسهم لأنه عندما يشتري يرتفع بقوة لا يريد أن يرتفع بقوة ليستطيع أن يشتري دائما في هذه المنطقة يجمع بهدوء دون دون أن يفعل أي اضطراب أو حركة سريعة في أسهم هذا كان تجميع تصريف كيف يصرف الأسهم لا يستطيع أن يبيع كل الأسهم ليس لديهم مثلا طبور من الطلبات تريد كل أسهم وهو يمكن طلبات خفيفة يصرف بهدوء وعمه له البيع على دفعات بهدف أطراب يصرف في هذه المنطقة يعني ممكن يبيع على البيع لا تبر كل الأسهم آخر شي على منطقة سبعين يبدأ يبيع مئة تسعين يجاهد طبور أكتر يريد يبيع أكتر عند السبعين يشارك يبيع أكتر يعني أعمالها متركسة في القتال الخاص ولل بتجاني فعلها تجاني يعني أعمالها متركسة في القتال الخاص ولل بتجاني ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة برجع بذكر سنداتها ارتفعت بقوة وصلت لحوالي 7% وعند 7% مساعدة لانه بتصير خدمة السندات كتير عالية جدا وما بتقدر تستطيع انه تلبية اسبانيا او بورتوغال او اولاندا فوق السبعة في اولاندا اذهب من اسبانيا وقال طلبت ايضا 78 مليار يورو بالسابق 171 مليار يورو كان سبب كان عند مستويات والسندات البورتوغالية وصلت لمستويات فوق السبعة حتى وصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لم تستطع الحكومة اجت سيوت وتركت بديون ضخمة هذه كانت اختصاص طبعا الدول سنذهب الى متر مستقبل وإخر قبر مني في نوع 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 طول وشيرك في يونك اقتزازا مع أكثر من 11 مليون وشيرك مشاهدينا لنهاية مشاهدينا نصل إلى نهاية البرنامج طبعا برجاء بذكر ببريد الإلكترون البرنامج جو أتسي في فيسبوك برجاء بي المسابقة ADS Securities 15 ألف دولار ADS Securities Prime Rewards تقديرات سعر اليورو مقابل الدولار اليوم السعودية تحديد السعر حتى العشر الخامس اليورو مقابل الدولار زيارة الموقع ADS Prime Rewards آخر موعد للاشتراك يوم الخميس ساعة 8 نهاية الحلقة شكرا شكرا